السلام عليكم أهلاً ومرحباً بحضراتكم نحو تدريس إبداعي ترى من وجهة نظرك ما المراحل التي يجب عليك القيام بها كمعلم أو كمعلمة لتحقيق تدريس إبداعي حقك؟ في مرحلة مهمة جداً بننساها دايماً لأننا دايماً نذهب إلى تقليد الآخر ولا نذهب إلى تأطير وتأصيل ما لدينا وما نملك نسينا ونننسى دايماً أنه بديع السماوات والأرض الله سبحانه وتعالى وأن الذي يلهم هو الله وأن المعلم الذي يدخل إلى صفه وإلى حجرة الدرس دون نية مخلصة صادقة بنية أن من يخرج من بين يدي يكون ملهماً ملهماً بفكره لقد قالوا دخل ليقول عنه أنه قال وقد قالوا له أنه كويس النية يا جماعة قبل التخطيط والتنفيذ والتقويم يجب أن يسبق ذلك نية خالصة لله سبحانه وتعالى أن أبناء تلك الأمة حسبة وأن ما تقوم به من توجيه أو إرشاد لكي يعملوا عقلهم إنما يعملوا ذلك ابتغاء مرطة الله النية رقم واحد مش هتلاقيها في كتب إلا في الكتب التي أصلت للأمة وأخرجت الحضارة وجعلتها في موازين الأمم ولكن لأسف بيخرجوها برا تتعزل إحنا بقى نستدعيها تاني ما النية إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله اشتغل إن عليك إلا البلاغ مراحل التدريس الإبداعي النية وهي في سياق التخطيط والتخطيط لا يعني نقل مادة إلى دفتر التحضير وإنما تخطيط إعداد زهن مسبق خطط حدثوننا في التخطيط للإستراتيجي والتخطيط العسكري يعني أنه لازم عندك خطة وإذا لم تخطط فأنت جزء من تخطيط العدو هو حطك في مظلته كيف يحتويك كيف يستأولي عليك ويستأولي على مواردك وكيف يزلك وكيف تصبح رهينة لدي بالفكر وبالموارد وبما تملك وفي الآخر تقول أنا بعلم أنت بتعلم أنت بتعلم ما يجب عليك أن تتعلم لأن الآخر لا يريد لك إلا أن تتعلم ما يريد هو وبالتالي بنخرج أجيال لا قيمة لها ولا وزن لها في مجتمعاتها ولا تنتمي أصلا إلى تلك المجتمعات وقت الجد يعني الأصل أنك تخطط على ضوء إمكاناتك وقدراتك وعلى ضوء مواردك وعلى ضوء ما يجب أن تؤشر إليه أي عندك فلسفة وعندك رؤية وعندك رسالة تنطلق من إطارك القيمي وإطارك المجتمعي وإطارك الثقافي وإطارك لآخره طيب نظرة المعلم ببصيرة إلى المستقبل جزء من قضية التخطيط أعمل إيه وأنا داخل أدرس المادة مع الرؤية المستقبلية وبالتالي ملم بأهدافي ملم بما ما عندي من وسائل تعليمية ووسائل تعليمية ملم بما عندي من محتوى ملم بما عندي من أساليب وأليات تدريس ملم بما عندي من أنشطة ملم بما عندي من أدبيات تقوي عارف الصورة كاملة مدرك وملم بالمسألة ككل طيب عشان أدخل وأؤدي بالشكل الأمثل ده في التخطيط قبل أن يكون تخطيط كتابي هو تخطيط ذهني طيب المرحلة الثانية وهي مرحلة التنفيذ للتدريس الإبداع عايزة نفذ طيب نفذ إزاي؟ تنفيذ الفعلي عملته خطة عايزة أديها فعايز الفصل وعايزة البيئة الصفية المناسب عايزة ترجم الأهداف والمحتوى والأنشطة إلى سلوكيات مرغوبة قد يكون الهدف منها تعديل سلوك قد يكون الهدف إكساب معلومة قد يكون الهدف إكساب مهارة طيب ولهذا في التنفيذ لا بد أن يمارس المعلم مجموعة من المهارات تهيئة المناخ الذي يساعد على الإبداع المناخ الصفي الحرص على الجدة والتفرد في عرض المحتوى لا ذاكي فاهم مش نمطي يثير طلابه لاكتشاف المشكلات يستخدم طرق وأسليب متنوعة ومناسبة للموقف الإبداعي أثناء حل المشكلات والاكتشاف في القدح الزهني حل المشكلة إحساس بالمشكلة تحديد المشكلة جمع المعلومات حول المشكلة فرض الفروض تأكد من صدق الفروض استخدام الفرض المناسب اللي هو الأرخص والأسهل والأوفر تطبيقه والتأكد من هذه الأمور المعلم المبدع يجب أن يقدم أنشطة محفزة تسير الإبداع يتناول موضوع بأكثر من زاوية كلمنا عن سمات الإنسان المبدع وسمات المعلم المبدع عرض مواقف غير مألوفة الحمد لله اليوتيوب مليان مواقف مليان فيديوهات ومليان عمليات وأفلام ودنيا وعالم ولكن المعلم الكيس الفطن والذي يأتي في الموقف المناسب باستخدام الأدبيات والأليات المناسبة صورة ممكن من خلالها تثير حفزة الإبداع لدى المتعلمين ابتكار العديد من الأنشطة التعليمية الإثرائية اتكلمت ده عن الألعاب التعليمية إن شاء الله يكون برنامج مهم ناخده سوا بإذن الله تعالى مساعدة المتعلم على توظيف المحتوى في مواقف جديدة هي دي العبرة يا جماعة بعد ما تسمع المحاضرة كيف نوظف هذا وبدأ أنا أفرح جدا لما بلاقي حضراتكو بتقولوا إحنا تأثرنا وطبقنا ده مع الطلبة وجاب نتائج وده اللي يهمني مش اللي قاعدين منتظرين الشهادات فيه شهادة ولا فيه شهادة جميل أن يكون هناك شهادة ولكن الأجمل اللي بتدارع شهادة وبتشوفني وأظن إنك مش هتشوفني أصلا لأنك مش بتتابع الفيديوهات ولا بتفرج على حاجة ولا يعنيت وده ما يعنينيش ولا يلزمني الذي لا يهتم بما نقدمه إنك تبقى عارف كويس جدا أنك كما تبحث عن شهادة لمادة لم تهتم بحضرها ولم تهتم بيها فأنت كده لا علاقة لك لا بإبداع ولا بتدريس ولا بأي مسمى أنت عايز بس أوراق تجمعها وتحطها في الملافة لا ينفعش وبالتالي من سمات المبدع أنه مثابر ولديه صبر ولديه همة ولديه رغبة ووازع داخلي وده المطلوب هنجيب منين للأمة معلمين؟ مساعدة المتعلم على توظيف محتوى الدرس في مواقف جديدة استخدام الأسئلة الصفية لإثارة انتباه المتعلمين وإثارة التفكير التباعد إلى هؤلاء أدبيات تقول كده تنفيذ العروض العملية اعمل لعب أدوار اعمل مصرحة مناهك انزل إلى المعمل انزل إلى المدرسة استخدم البيئة الخارجية إدارة دروس المعامل في الجامعات وفي المدارس عشان تساعده على التجريب والاكتشاف استخدام الوسائل التعليمية أما تعمل عزز سلوك الإبداع واعمل واجبات منزلية وأنشطة مصاحبة تساعدك على الإبداع مش الودي يكتب الواجب عشرين مرة حاجة فضيحة والله عشرين مرة انت بش في قلبك رحمة ليه عشرين مرة يا أستاذة وليه خمس مرات عشان يحسن خطه والله يبقى زنبه في الأب انت غمه واللي عله حرام مرحلة الثالثة هي مرحلة التقويم للتدريس الإبداعي وده بيحتاج إلى أسئلة فيها إنتاج فيها إبداع تقويم الإبداع يتطلب متطلبات كثيرة يجب أن تتوفر في الأسئلة المدرد المتعلم يجب أن يعد بنفسه المواقف والمشكلات والمهام تنوع المصادر والمراجع والأدوات التي يمكن أن يستخدمها المتعلم في تناول المشكلة طبعاً احترام استجابات المتعلمين وأسئلتهم أياً كانت الأسئلة احترام أفكار الطلبة الخيالية والعادية متقولوش يوعد متفهمش تريزي يوعد غلط إشعار المتعلمين بأهمية أفكارهم ممتاز فكرة رائعة فكرة ممتازة تشجيعهم على إدراك الأسباب والنتائج وربط السبب بالنتيجة تدريس الإبداع يستلزم توفير عدة استراتيجيات تساعد لعمل العقل توفير جو علمي واجتماعي متفاعل مفتوح وبيئة طربوية واقعية يشارك فيها المدير مع المعلم مع البيئة الصفية مع كله في بحث وفي تجريب وتبدل أرى وأفكار يحتاج ذلك إلى مكتبة مكتباتنا فيها شوية كتب محتوى تعرف عليها طراب وأمنت المكتبة عليها اكتئاب وأعدى لا عايزة تفتح ولا عايزة تتكلم ولا عايزة حد يدخل عندها مفيش أبضيط مفيش تحديث للكتب مفيش مراجع حقيقية تحترم ميزان الأمة في التعليم العام وفي التعليم الجامعي حتى الكتب الإلكترونية صعب الحصول عليها في بعض المؤسسات حسب قيمة الكتاب كل هذه أمور خطيرة تستوجد مننا المراجعة إذا أردنا أن نحقق الإبداع الإبداع يحتاج إلى إجراءات تدريسية متعددة والعبرة بالتوظيف المرن والواعي لكل مدخل تدريسي وأن نصوغ بشكل متكامل تلك الإجراءات لما يحفز القدرة الإبداعية لدى من يعلم ولدى من يتعلم وإلى أن يتم ذلك نحن في الانتظار ودورنا أن نوجه وأن نرشد وأن نقول اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا طيبا مباركا يا رب العالمين ألتقي بكم على خير في أمان الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أحباء الكرار ورحمته وبركاته أمان الله